اهلا بكم نرسلنا النهاردة والحضارة العربية والعالم ان التراث الذي قلفه الاقدمون هو الذي اوصل الانسان الى ما وصل اليه وجهود فرد او جانعة في مياه دين المعرفة تماهد السبل لزور جهود جديدة من افراد او جماعات اخرى ولولا ذلك ما تقدم الانسان وما تطورت المدنيات فالجنان قاموا بدورين في الفلسفة والعلوم مثلا وكان هذا الدور ممهد للدور الذي قام به العرب وهو الدور الذي هيئ الازهان والعقول للأدوار التي قام به الغربيون فيما بعد وما كان لأحد منهم ان يسبق الاخر بل ان الفرد كان يأقص عن غيره ممن تقدمه ويزيد عليه في وجود ابن الهاسم وكابر ابن حيان وامثالهما كان ممهد لزور يلاليو ونيوتين في العرم يظهر ابن الهاسم لضطل نيوتي الى ان يبدأ من حيث بدأ ابن الهاسم ولو لم يظهر جابر لبدأ جاليليو من حيث بدأ جابر واذا فلق لكهود العرب لبدأت النهضة الاوروبية في القرن الرابع عشر من النقطة التي بدأ العرب منها نهضة من العلمية في القرن السامل للميلاد قد برع العرب في الرياضيات واجادوا فيها واضافوا اليها اضافات اصارت اعجاب علماء الغرب ودهشتين فقد اطلع العرب على حساب الهنود واخذوا عنهم نظام الترقين بعد ان هزبوا وكونوا من ذلك سلسلتين وعرفت احداهما بالارقام الهندية وهي التي نستعملها اليوم في الشرق العربي وعرفت هسانية باسم الارقام العربية وقد انتشر استعمالها في المغرب والاندلس ومنها دخلت الى اوروبا وهي التي نعرفها اليوم باسم الارقام الافرنجية حتى ان اللغة الانجليزية احتفظت باستخدام المسترح العدي لغارتب هو تحريف لاسم الخوارز للتعبير عن الطريقة التي وظاهر في حل المسائل كما يحتفظ الاوروبيون بالرفزة الجبل وهو مسترح حربي اصيل اعترافا بفضل العرب واشتغل العرب بالجبل وقودوا فيه بالعجب العجاب وهم اول من الف فيه بصورة علمية مغزمة واول من الف فيه محمد بن موسى الخوارزمي زمن المأمون حتى صح القول ان الخوارزمي وضع علم الجبر وعلم الحساب للناس اجمعين وفي الكيمياء اعتى العرب بابتكارات واضافات كانت ذات اثر كبير في تكوين مدرسة كيميائية مهمة ورقات عرفوا عملية التقطير وترشيح وتزويب وكشفوا عن الحوامل والمركبات التي تقوم عليها الصناعة الحديثة وللعرب فضل كبير في انقاذ الطب من الضياء وفي الاضافات التي اضافوه اليه ولهم الفضل في جعل الجراحة قسما منفصلا عنه وفي انشاء المستشفيات وهم الذين وضعوا اسس الصيدلة واستنبطوا انوايا من العقاقية وانتازوا في معرفة خصائصها وكيفية استخدامها لمداوية المرض كما اعطوا من النبات مويدة كثيرة للطب والصيدلة وفي مطلع القرن التاسع اسس الخليفة العباسي هارون الرشيد اول مستشفى في الدولة الاسلامية على التراز الفارس وكان فيه اجنحة خاصة بالنساء وارحقت بهذه مستشفيات مكتبات بها كثير من الموضوعات الطبية وقد ظهرت المستصفات السيارة لأول مرة في القرن الحادي عشر قد وجه فلسفة العرب الأندلسيون الفكر الأوروبي في العصول الوسطى نحو البحوث الفلسفية والدراسات المنطقية واهم له أولاء ابن رجد وابن سيناء وابن طوفايل الأندلسي وعن طريق العرب عرفت أوروبة مؤلفات فلسفة الأغريق كثقراط وأفلطون وازدهر الفن المعماري في الحضارة العربية بصورة لم تصل إليها أي حضارة أخرى أنزاج وكانت أوروبا تحاكي الزخال في العربية وفن القط العربي وعكذا طوفر عرب بكل فن وأسهمه في كل مجال بفكر عظيم وقدموا للبشرية زاد ما زالت ترتشف رحيكم حتى الآي لقد أبدعوا ودفعوا رقب الحضارة الغربية وماليقس العلمية التي تعيش فيها أوروبا إلا قبس من حضارة العرب ووهج من نورها الوضاء ولسنا في حاجة إلى أن نعيش عبئاً على ما يحققه الأجداد ولكن علينا أن نتابع السيل وأن نعمل بهمة عالية لنتغلب على الصعوب معاني مفردات الكلمة ومعنية السبل الطرق ممهداً سالم وميصل هزبوه أصلحو تحاكا تقلد وبكده نكون خلصنا درسنا ونيجي عندي تدريبات أجب عن الأسئلة التالية لماذا يحتفظ الأوروبيون بلافز الكاب؟ طبعاً لأنه هو مصطلح عربي أصيل واحتفظ به الأوروبيون اعترافاً بفضل العرب ماذا أنشأت أول مستشفى في الدولة الإسلامية ومن أسسها؟ طبعاً أنشأت في القرن التاسع وأسست خليفة العباسي هارون الراشد ونيجي عندي سؤال منقشة ما هي جهود العرب في مجال الطب؟ السؤال دي أنسيبه لكم علشان تجاوبوا وبكده نكون خلصنا درسنا ونقابلكم في درس جديد معنا فننتعلم ببساطة